موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة الفيتو منوع هلونا نبدأ نبدأ هذه الحلقة طبعا يعتذر منكم أخي محمد الغالي كاود يكون معنا لكن عنده ظروف خاصة جدا والله محمد أحرص واحد فينا حلقة الفيتو بالذات فيعتذر منكم أشد الاعتذار وإن شاء الله السبوع جاء يكون معنا في فيتو والحين خلونا نبدأ بالسؤال الأول عندي عطني أمويت سؤال الأول يقول من دراجون طول هل تتوقع إذا فريزة تدرب مرة أخرى راح يتعدى قوكو بالقوة الحشرة حتظل طول عمرا حشرة يقوى نعم راح يقوى ما نختلف على الشي على ما يقوى هو كده قوكو داعس ورح مشوار بعيد مهما قويت يا فريزر بيجي قوكو بيصير سبقك ودعسك وخلص والسؤال اللي انتهاء بعده لك يا عبد الرحمن في هنتر لماذا نترو لم يقوم بالعهد والقيد والقسم ضد ميريوم مثل ما فعله قون ثم ويقع في حالة مزرية وينقذونه بطريقة ما أفضل من أن يحط قنبلة في قلبه بس ماجد الأفضل في أنت اللهم يري سلم الإجابة على هذا السؤال بكل بساطة أنك لما تضع قيد وشرط وستخرج كل ما لديك من قوة نترو عاش 140 سنة أو 20 سنة طلع كل ما في خاطرة من قوة وخلاص وشبع يا جماعة الخير ما توقع فيه زيادة من القوة ممكن تخرج لو يضع ما يضع من الشرط والقسم فما كان يفرق معه وبعدين إذا قلت بيضعه في حالة مزرعة إذا قلت صغير شفت الحالة اللي دخل فيها ويكمل حالة موت ولولا كلوه والمساعدة كان من بيجي يساعد نترو أساساً هو شائب ومتعد للعمر والافتراق في حقه خالص مع كامل حبي واحترام من نترو السؤال اللي بعده يعود لك يا عبد الرحمن ويش أفضل إلمي عندك البطل حقه ما عنده حلم بطل قصة بطل قصة حلمه أبو كلب أبو ما عنده حلم بس إنه هو بطل قصة بطل قصة ما عنده حلم بطل قصة ما عنده حلم بطل قصة ما عنده حلم وإلمي رهيب كذا كذا ما صقع فيتو طيب قول عادي اسم الحلقة فيتو يعني أعتقد بقول مليودس 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 ألمي يعني جميل و بطلة ما عنده والله هذا اللي جاء في راسي أعتقد أنه فيه لأغلب الأبطال يعني إذا حتى لو بتعترضمتو هذون بطل قصة ما عنده حلم يعني فأنيمي قوي جميل و برضه أشوف البطل ما عنده حلم بغاير جامل لو بعيد يا الله بيتو بليج إجيكوا ما عنده حلم ما عنده حلم بإجيكوا ما عنده حلم وإنسه يبز البطل للسوسياتي ولا بزر بطل العالم ما عنده حلم وهو أفضل انيمي مظاهر كاكشن وقتال بس بطل ما عنده حلم نايف شوفت عجبها افضل 5 انيميات في تصميم الشخصية يعني عمل توب 5 انيميات شخصيات رهيبة في التصميم فخمة في التصميم توب 5 انيميات مشكلة صعبة ان بعض الانيميات يكون تصميمات فخمة بعد يجيك شخصية شخصية اختيار 5 و انت من عندك 5 انيميات تصميم شخصيات تفخمة التوب يعني بس.. عبد الرحمن واحقك يا عبد الرحمن واحقني شوف 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 هو مثلا مانجال توب فايف ما في تصنيف عد خمس انميات اول شيء كينغدوم ريسباكت ما حد يختلف معنى مسترقى الانمي او كم مانجال اتكلم عن انمي اوكي اوكي مقتنع مصر انمي اوكي اوكي او ثاني انمي لازم نحطه كتعدد شخصيات فخمة مستحيلة من القائمة ينحش البطل باقي ثلاثة ايه مو لازم بالترتيب عادي مو لازم وهنا مشكلة خلي طرع اي شيء دينا اشتاعوا عادي مكتر انميات شفتها ما في انميات شخصيات رهيبة شخصيات رهيبة مو لازم مو لازم مو لازم مو لازم شخصيات رسمها مره دايخ عندك بليتش واحد نعم شخصيات ايضا ايضا اختار انميات انميات رسم شخصيات رهيبة على رغم من الشخصيات الدايخة ميهوك شانكس ايضا اختار ناروتو اكثر من الانمية اللي رسم شخصياتها مرة أسطورية كيف في هاي بتلاكات سكلة فيهم انا قلت تبليت او ما قلت؟ قلت عفوث واحد ايضا ايضا كلا في المية تواجد توحد ما بقينا كله واحد هذا مشكلة بس واقي واحد شفت اللهاية وانت طق فيتو ومو بجاهز كان عنده وقت فاكر ماجه طق فيتو توحد انا عندي عندي بس انا مبعب اختر اي واحد اي 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 انا احترت احتار البطل احتار البطل حالس حطي مجيلا صراحة يلا واقيك واحد عادي يقوله ثلاثة كده ومجتمعين مع بعض واحد وخلاص يلا خليتني منحشر كبيرتني كله انا اتذكر لليل راجع الاصن ايش لاخر كينكدوم ، واحد انا ما تكون تكمل بالفعل كينكدوم فيه 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 يضرب على السر الحساس اه، ومم على الشخصيات يعمل الرسم الشخصيات و Durham و الأخير بقوله كوتكيس رح يا عمي المتياح و ها، ها، اندقاء تراض والله كنت تقلص إنيمي أسطوري ورسم شخصياتهم وره أسطورية صراحة ما عليش سألّي بعد من إنيمي أنتر لك يا معاذ هل الكاتب بالغ في قوة مريم؟ مريم مريم؟ 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 كثير! رأيك لا أنا ما أشوف إنه بالغ طبعاً هم جابوا إنه نمل الكيميراليك جاي من القارة المظلمة والقارة المظلمة فيها بلاوي ومصايب عظمى القوة مريم معنى تمدة على قوة النل اللي جمعتها الملكة داخلها من أكل البشر والبشر الأقوياء والمميزين جداً فقدرت تسوي شيء أسطوري ورهيب جداً فما أشوف إنها مبالغة للعكس أشوفها القوة منطقية جداً الغابلنا في الموضوع لنا ما تبدو عن شو كم قوة بس صراحة سؤال بعد لي أنا توب فايف أشكل حلقة الفيديو هذي بتصير توب فايف دور ماي فيتو أكثر قصص الإلمي استعقيداً أكثر قصص الإلمي تعقيداً شوف أنا أبنك فالأخير بس أقول الأكثر الأول نروح للم أنيمي ستاينزغيت هذا قصتها جداً معقدة ثم ننزل تحت أنيمي دورارارا وليس دورورورو دورارارا يعني أنت تقول لنا ستاينزغيت رقم 1 ايه كتاينزغيت أنا بس أدسى وضحي علمك بس أدسى بس أدسى بس أدسى بشكل عامي الثاني نقول أنيمي دورارارا نعود نكرر ما هو أنيمي دورورو مختلف تماماً أنيمي دورارارا تعقيد بس الخوضة وعندك الأنيمي الثالث كتاينزغيت عندك مثلاً ودهما ما في ترتيب أنا بمش معنا نخير روح لا تسكتني بس كاي مدل متهور و تريد صاكتني بيديو شفيك اوه لابيجو عائد زينك خلي خليك نشوف فيها لاني وش اسمع طيب إذا ذكرت رح اقول لي اذا منا نشرو ستيل لما قد أسكتن لك راح واهكت و عمرك راح ايه ورماني بسكتن لك تواحك زي ما سبت ستيل تواحك ورني شطار ورني شطار شكي الله هشيش انا ما تتابعت شي أصلاً هلو لبنكم أكثر مني يلا طيب عندك برضو بوك دقيقات هنا يماتشي برضو سافت لحظة الزمن انتقل ويرجع ويجي برضو منها أوكي روح 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 لا روح انا ممتعض بقى اثنين الاثنين وشو سعرفت برضو فيها زمن ولعوص الزمن هم هم ايه من يجي زمن حد دراجنبول فيه زمن دراجنبول ما فيه زمن خلى انا بجيوب اخراطي خلى انا بجيوب اخراطي خلى وطفي واحد تعقيد جف باري وانتكاب البطار زميلك زكيض يلا الرمام 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 الرشوية واد الرشوية عندك برضو انمي اسمه ومو شيشي انمي نفساني في سافة الطب مالطب شي يلح اسمه اخو تعقيد صراحة ماك عافل ليش طرحك انا عارف ويلا مشكلة انا هو الواحد الي عارف شباب انا وعدتني ما كامل تكفون واحد يسجع ليه؟ تتعرف مو شيشي انت؟ خلى 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 نكمل خلى مو شيشي كمل كمل اطول او كمل الاخير انا اشوفها تقدون تحطوه كده كتسليك بالموضوع اليه انمي ري زيرو زين انا خلي ري زيرو حسب من اللي قبل طيب يلا سؤال لباك ابراهيم من اليمينتر لماذا عائلة الزلدك لا دربت كله على النن والقتال لانه لسه يعتبر صغير يخسر باختبار الصيادين؟ اهو خسر ما ندخل اهو خسر ما ندخل اول شي خسارات السيادين بسبب اخوه فما ندخل كان يفوز السيادين بالراحة بس اخوهو اللي جاء قال له اذا ذتر بذبح خويك فخلاهو يقتل وش اسمه؟ ويطلع وينسحب يرجع اهو طلع قبع ان يكمل تدريبة كامل لسه يعتبر صغير علموه على القاتل مستمر برضو كان علموه كل حاجة انا شوف طيب جميل جميل السؤال اللي بعد عبد الرحمن ايه؟ من اني مين اردته لو كان مادرة في قوتها العادية ضد ميتو طايب البوابات الموت من راح يفوز؟ خلقك منطقي هنا أنا مبسوط جدا 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 عادل من الباس عادل عادل لو كان مدرب بقوة عديد بس انت حاجة فاس انت الخسران دقته على أ limbs اقولن المه حاجة فاس يلا ليش انا خسران يلا هل في يقول الله واني موضح تراها في التركي ترستجاه ماذا الذي تركيز سهل ال Turk اعطى واحد ايغا سجلت لك باس خلاص ما بشايل خلاص من حشبه؟ ايه باس باس يالله من من هو؟ جيبين يالله يجبين خسين ماجد خلي جوابك والله لقيم سحبانش على الارض يا رجل جواب يا هميه ومضع ناسك وموقف خلاهي لوكاكا الاول ونتبت التب لولا خلاهيك يقومون كالتب لولا قوة العادية يا شيخ سودي ويجي ويجي وين عشين؟ وين دا سواد محبته؟ سأل لي بعده ويا ويندك عبد الرحمن بعد الغبنة أفضل خمس تدخلات تأثيرا على مجرى الانيمي يعني تدخل غير مجرى الانيمي تم فارغ يغير الارك ايه تدخل الانيمي ما فيه ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني طيب تدخل قرارة طبعا في ضد ايزن اخر شيء المحدث ايزة هلا يجعونوا احا جبالي تدخل نارتو في كونوها الله تدخل شنكسا ما رويت بيد ايه يطروك رحا ايه روه 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 هذا داعت داعينا ماركب السليم كلها مقبول وكلها رهيبة شو شو يلا زي ما تدخل اسكانور سما بعد مكانهم الحشرين الخطايا ماذا اكدف كلها خامس خامس يلا تدخل اول مايت فيرهايت الجزء الأول ضد شي اسمه غافل وحش نوم ونوم نعم نعم خمسة يا عميرو سؤالي باد لك يا معاذ من انيميك بوكونو هيرو اكاديميا هل ميدوريا مستخدم قوة ضد الشرير عشان ينقذ الطفل تعدى او مات في القوة ماذا ماذا حيائي ماذا ماذا حيائي لسه 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 طبعا يا جماعة الخير نحن نأخذ الاسئلة من اكثر من انيميات لكي نستطيع اكبر قادر ممكن من انيميات لانا لو سويناها بالنمي باللفة ما رح نستطيع نأخذ الانيميات فقط سؤالي بعد لي انا من انيمي هنطا اكس هنطر سئلة هنطر اليوم ملعة هل هناك علاقة بين جين فريكس و كورولو لان جين يساعد الناس مثل رايزر و كايتو و ماضي كورولو سيئ لو تتوقعوا ساعدها و في علاقة بينهم لا لا اعتقد ابدا 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 للدليل ان جين يساعد الناس اللي ماضيهم سيئ و يخليهم ناس افضل ولكن كورولو قاعد ياخذ الناس اللي ماضيهم سيئ و يخليهم اسوأ فلا ابدا ما في بينهم اي علاقة و مستحيل لكورولو كل اي علاقة ب جين فريكس اعصاب انا هذا الموضو بالنسبة للحساس جي فريكس من شخصية مفضلة فخط احمر و الان و الان نتحول الى اسئلة الباتريون اذا تريد سؤالك اتضح فرشور اتدعم عن طريق الباتريون اتدعيك مربع اكتب لك نص من رسالتك او اي امكان تكتب سؤالك و تكتب نوع الفيتو هلوها منوعة او او مانجا او بيس او مانجا او مانجا كينغوم اي نوع طبعا طريقات السؤال انك إذا كنت تدعم 10 دولار هذا حق سؤال واحد فقط تضع لعشرة سئلة الله يرضى عليك حتى سنأخذ منك سؤال واحد لو أحد أرسل فهذه السئلة في دعم واحد سنأخذ سؤال واحد فقط والحين خلونا نبلش مع السؤال الأول في البتريون السؤال الأول في البتريون من أخونا الغالي فهد لك يا إبراهيم من الدراغون بول يقول لك في حلبة الأكوان لو كان مع جوكو فيجيتا ضد قرن هل سينتصل لكل السابع أم لا؟ أيوه، ما صار في حينك هنا؟ في حلبة الأكوان لو أن فيجيتا كان مع جوكو جوكو فيجيتا تقاتل مع شاسمه؟ طبو هو يتكلم عن المجنة نهاية ضد قرن حل المقبعين، ما حدث؟ ما حدث؟ أتذكر لماذا فيجيتا ما قاتل؟ أتذكر لماذا فيجيتا ما قاتل؟ فأنت قاعد تقول لي أنه لو فيجيتا بالسوبر بلول اللي وصل له مبروض مع أي لا والله لا يدعسون على جوكو بالغريزة الفايقة بلاس فيجيتا بالسوبر بلول اللي وصل له يكسرون خشم جرن وكذا ما عنده خشم هو بس يكسرون خشم ويدعسون عليه ويعلمون الأدب ليتوا خير الله 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 قال لك سؤال ماجد اثنين على بس كده ما قال لك لا هذا بطور الغريزة ولا قال لك هذا بطور بلو ما قال صح فأنا بأفترض أن اثنين هم بنفس الطور اللي هو البلو لان ما وصل الغريزة المصار فاستو وين تو وان بعدين وصل الغريزة جوك مجمي في المواجهة النايئة في المواجهة الناهية يوصل هذا واحد يَسْمِي المواجهة النايئة ك MAC شان فيجيتا و جوكو ضد جيرن جلد في الأنمي وتقاتل وجلدهم جيرن لكن انا تتكلم في المواجهة نائية زي اللي صار نهاك جيرن وإلى آخر في الأخير فإذا شرنا فريزا وحطان فجيته وفجيته أقوى من فريزا فبيفوزون في الأخير طيب الناس هو ماشي بتعديل تعديل فيتو تقول أومانجا هو أهيده ما عده ما عده ها قدت بقول لك يصدق على هي بس خلاص ودفنا أهيده شين الفيتو اللي تحطيته اليوم لا يمزي يا الله لبعدا لا معناه أنا لدي اعتراض على كلام عفا لكن لا أهيده لا أهيده بالأخير نعم أهيده كالبي كده يعني قاعد لا أنا شفت إجابة ماجد استحيته 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 جاوب من بعده سؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن لماذا يرى البعض أن غريفث من انمي برزرك أسوأ شخص أنا أظن غريفث من أشجع وأنبل الفرسان يا أخي كون بدال غريفث أحتوى قاتس ودربه وواصل المواصيل لليل آخر شي كان قاتس تخلى عن غريفث ويوم يسجن تعذب لمدة سنة في الأخير قاتس طلع عقبة وش سوى عقبة وش وعقبة ما انتهى صراحة ما يلملي سوى غريفث في قاتس استيل لأن السؤال لي قال السؤال لي ماجد سأقوم بالنسبة أن غريفpet هنا سأقوم بالنسبة لك ويقول لها هنا اوضح الجمهور الذي تتكلم عنه ماذا يتكلم أن غريفث السابق لا تصبح غريفث غريفث سلم أنها غريفث أسوى استغلال خليته يقتل طفل ومعا كان بيقتل ذاك الرجال الغني واضطر يقتل طفل وبسبتك وعانى معانا من أجلك وحتى كاسكال اللي كان قاتس يحبها انت أصلاً ما قلت تحبها جاهتك مدائية تبيك قتلها ما أبيها ما أحبها وغيرها يوم حبها قاتس صارت حلوة الحي سبحان الله يعني اللي يومز قاعد يسويه سواء نذالة منه وغباء منه اللي قاعد يسويه كان غباء حماقة نذالة وكل شيء واللي صار فيه استهلة وزيادة قتس ما لا أي ذنب فيه قتس وصلك للي انت بيه وزيادة وبعدها قال لك أنا بطلع انت قلت لها بقاتلك واذا فزت عليك تقلت لفزت عليك تطلع فاز عليك وطلع بكل حقية يا أخي انت ما ملكت الرجال عجل تتحكم فيه تقول لا خلاص ما تطلع من فرقتي وكمل معاي واستمر معاي وفي الأخير بعدها كلها شوض الفرقة كلها يكاث قاعد ما احتاج أقول فهالي هي السبب غريفتس أحقر شخصية مرت في التاريخ وقاتس مخانة قاتس استأذم منا انه يطلع من الفرقة وكان مهتم لأمره وكان حريص علي وحريص على الفرقة كلها بس يخي يجرب حلمي يبيعيش حلمي الحالي انت ما ملكتني اخي اما من حق يطلع منطجي منطجي وقنعه احد عندكم معتراض انا انا عندي ضافة بس ما خلاص يكافي انت ما قصر اعتقد عشان توضحوا كلام اكثر شخصية انقات في برنامج توفايب حق بو خليل انقات في برنامج توفايب السؤال اللي بعد لك يا معاذ من اخونا الغالي ميغا ستتسعين في تمنوع بليتش ايزل في معركة فردية رجل لرجل ضد قائد الشليقامي بدون استخدام الخدع عليهم ضد قادة الشليقامي قادات كلهم بدون استخدام الخدع عليهم ينتصر على من ويهزم من جميع القادة ايه بس طرح ان يتكلم ايزل بعد ما تطور زاد القوة مو بايزل مبعيف ايه بس بدون نداو محهم الشايب القادة الاول او هوا يجلدون جلد اذا ما في خدع يجلدون جلد وين عايشين يا رجل عندك زراكي وعندك شايب لح عالم دو يجلدون لا لا بس اسأل يا شنو الخدع اذا خدع لانه كان سيف واش اسمه يقصد ان ذاك اللي ذاك حجز اللي هو ختم قوة الشايب واي wol بيقصد اضافة مهمة برضي يا شيخ حتي بالبلاوية حق ايزن ذاكي يجلدون الجلد ممكن القادة اثنين بس يجلدون جلد كمان ايشي كافر اااااا عابف جديد مع ننطقي قولدن بحت اابجليد ترايك سدور مقصوده مقصودة يامن تتحرش في ايتشي مقصودة بخلي يقالي تستاهل خلك في انبع ايتش ماندو عندي سؤالي بعد عندي انا من نمي همطريكس همطر لو كرابيكا تقاتل مع مريم وكرابيكا استخدم السلسلة التي لم يستطع كسرها وفوقا هل يقدر يتفوق كرابيكا من علم ان السلسلة تمتصنن لو كرابيكا مفعل عينه يقصد يعني لو كرابيكا بكامل قوتها والشرط حق كرابيكا على الملك مريم وليس على العناقب يعني مثلا عشان سأل الموضوع لو فرضا ان مريم انضم للعناقب هل يستطيع كرابيكا بقامل قوة الانتصار على مريم باس اللي لقاعد يضحك لا يا حقير لا 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 سابق جاوم هاي انتغير السؤال طيب بس انتغير السؤال لو كرابيكا تقتل مع مريم اي بس قال لا بقا استعدم سلسلة اللي لم تستخدم العناقب السلسلة دي ما تستخدم العناقب سلسلة ما تستغل الا بالعقد على العناقب ما انها قوة السلسلة اللي يستخدم الشرط فهو قاعد يقول لك انه افترض ان السلسلة استخدمت على مريم طيب فلا تقتل في الدور لا تقتل في الدور السؤال يقول كذا طالبا بمعنى السؤال وقال لك شيف كرابيكا انفعل عيونه وبكام القوة شوف لا حوم السؤال واضح صريح ان السلسلة هادي هي قوة انك تستخدم شرط او القسم على شخص معين فهو قاعد يقول لك حين ان هذا شرط مستخدم مثل ما قال لك ماجل ان انضام للعناقب او سوها المالك نهاية سؤال ايش يبغى من هي انتصر وطأ او مريم هل يقدر الكرابيكا انتفوق على مريم هل يقدر كلك أول كرابيكا ان شغل افترض على مريم يتهوق على مريم انا بشرتك انتنين بي او مريم انا لا ابدأ كلها اناه اتفوق على ال مريم ، الموضع هالكات وليج لم يحوي من هادث استخدام من داخل Layla لكن هذه الشرط الموجودة لحد اعتراض قل V2 سليم اه، يلا انا ما بجوه اه، رحت علي سليم وقنعه السؤال اللي بعده لي انا بعد الباس من اردته هل يستطيع يترش يعني يروض الكيوبي مثل ما دراء باس البرايب حلو 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 نعم V2 يغسي يغسي يغسي، يغسي، لا هو ولا عشرة من الوتشها يبيعها الشانبار V2 يشيخ، يروض الفيديو العشرة معي يا رجل قلهم كريم وفيديو سليم وقنعه قاعداً فيتو غوجتها مع جميع الوتشها جميع الوتشها عشان يروضون فقط جين شركي او فقط حيوان من الحيوانات التسعة لا يستطيع فقط شخص واحد يستطيع خلا خلا احترق احترق قال ايش قال ايش خلا بس فاسبع المكلاوة ما يتعلمني ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة ليه ما يخلص ليه ما يخلص ليه ما يخلص خلص على بعد لا، ما خلص ما دراه هو الوحيد الذي يستطيع ما دراه هو الوحيد اللي يقدر يثبت ويخضع الحيوانات اللي هم ما يسمونه مالك جين شركي بيجو بيجو نعم قال ايش قال ايش ايش انجلي تخسي لا الله العظيم ما دراه ثم ما دراه الوزيد جميع الوتشها يخسون فقط ما دراه زول فعد اليينة من دكتور ستون لو مات سينكو في رأيكم شو رح يصنّن القصة كيف رح يتعالج العالم او ما رح يتعالج اي شخص طبعا لو مات سينكو لبقي هذا العالم في العصر الحرجي حرجي؟ حرج لو مات سينكو لبقي هذا العالم في العصر الحجري الى ابد الابدين حرجو حرجو الوجود سينكو هو ماما رجع تسوكا من الناس فيرجعهم بس مقاتلين وقويا وكذا ما رح يرجع علماء لأنه ضد العلم والتطور جولدين فيتو طيب حنا زي ما شوفنا في العصر الحجر البشر ما كان عندهم علم ولا كان عندهم شيء نعم كان بيرجع العلم البشر بس مع زي تطور سنين ومئات السنين اللي تمشي في المئات السنين القادمة في العالم البشري لكن إذا كنت تقول إنه بيرجع في الفترة هذه لا بيطول لأنه زي ما شفنا حتى كروم اسمه ذاك صح؟ إنه كروم حتى كان عنده شغف إنه القلم وكان قاعد يحاول يجمع وقاعد وصل أشياء حتى سينكو قال قال إنه أنت عديت حتى العلم البشر من قبل بيوصلون إي نعم بيوصلونها لكن مو بش بسرعة زي ما وصلوا على العالم البشري فقد إنهم قاعد مئة سنين فيها برضا بيسمون فيها مئة سنين ولا كلمة! لا أدامان لا أدامان اتبونا المدات ولا كلمة خلي يقول لا أدامانا خلي موصل بك انتكلم بجمع بجمع ذلك إجابتين كلهم منطقية من أساني سؤال لك يا ابراهيم من إنمي درر هل اللي صار لبطل إنمي درر أفضل أم أسوأ؟ يعني هل لو أبوه سمح لأمه تربيت بيكون أفضل أم أسوأ؟ بس ما جدت الله مير يسلمك ويخليك بالنجة نظري لو أن أبوه سمح لأمه وتربيته بيكون أفضل على أقل ما رأيش هذه المعاناة مرة البلاوي الزرقي اللي صارت أوكي طبعا الكاتب جافة لك أنها أوكي البطن تعلم من المعاناة هذه وزادت قوتها طيب أخوه عاش تربيعي دي وصار قوي أخوه تركا قوي مو بضعيف يعني فلو دره نفسها عفا ونت تتكلم عن دره بس نقصدها الكيمار لو هي كيمار والبطن يعني نفسها ربته أم عدل كان بيطلع قوي وقوي ونائب لبوه بس أبوه طمع وعقد عقد مع الشياطين ودفع الثمن غالي في النهاية خسروا قدامه اللي وراء عاش عشرين سنة من السلام بعدين ندم أدرا أن استطاع السؤالي بعده لك يا عبد الرحمن يعود لك إبراين بعد الباس من إنمي بلاك لبر ليش لما أستحط الصيف ملغي السحر على يده لما كانت مجروحة بشدة ومصابة بسحر ملعون لم تلغي اللعنة لما تقاتل مع عين الثالثة ذاك الوحش الجواب على هذا السؤال اللي سواه بيتو هي لعنة وليس سحر فما تكتبط اللعنة بإلغاء السحر فهذا الشيء جوني صح عليك ريس باك تريد كلاوكي من منطقية حبيبا الله يساعدك صح علي سؤال لك عبد الرحمن لو خيروك في دراجون بولد سوبر لو خيروك تختار أهضام قاتل يكون السابع في حرب الأكوان منه تختار عجل تنتصر السابع؟ يا ماني شيء أنت ما قدر أختاره من السابع ايه كم واحدة مختاره في السابع؟ سبع سبع صح بختار نفسهم عيد عرب الأمانة مجيبو لازم يدخل انا Cut لا 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 و ايضا لو بختار يعني شفت روك بأش сейчас الشي لقيش عودة برة ايضا عندك distintos أطريق بجيبه من الهجاحين و السلعكي أبخلي م thyجيب بطل و عند قدرة السياجين الوايط ياك iron مجيبو سل لازم احطهم Victim كرلينو منه الثانية لا والله الشايب ما اقدر علي يا اخي يا حبه الشايب كرلينو كي يولي بس الشايب ما اقدر بيكلو كم موجود اي شل بيكلو حط سل بيكلو شل و كرلين شايف اشوف انا صيحة ويحك السابعة كلاتي اسمع الزبدة يا جماعة قوكو طبعا ما في كلام اوكي جيتا ما في كلام قوهن ما في كلام ايضا انخرى فريزر ما في كلام او محمد موجود كوهن واو مع ماء جولدن لا والله يا اخي يقفل نقص على فريزر اللي من اللي كنت ثاني يا شيخ والله علي من الحيوان فريزر انقلت عانا تعالوا اياك انتردنا والله يا اخي اخوان فيه هذا فريزر بعدين عندنا طبعا شاي اعمال كتر صراحة سروا شي ما عليش كيف انه معلم جوكو والخمة البقية بشي طبعا بيكلوا كرلين اضع مكانهم ماجينبو قوة السل الأمانة الان اذا يشوفهم يستحقون يدخلون و يتوقون قوة ضاربة انا مادلش الكاتب يعني يرجع فريزر وساحب على السل انا مادل ليش عنده مشكلة مع حاشر حاشر اقوا من الجسم السحلية الغبية الذهبية ما عليش محبي فريزر بس طرق يعني على قلبه قدر لأنه وصف بعض سؤالي بعد مويد عندك اعتراض لا سمح الله أنا؟ ايه فيتو أنا اليوم فيتواتي كلها على درقم بولي ايوه أخ ماجد كانت تسندت ولا كلمة ايوه الفيتو يقولك الآتي أننا نتكلم عن الكون السابع يا سلام يا أخي خلاص أدهو جوكو فيجيتا ايه 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 ترانكس ولد فيجيتا مدلش كيف سحب عليه وناسيه ترى سوبر سيجي بالنهاية يعني بيتطاوه وراكد بدونه ايه موجود صغير ومشا كبير مالذي بدتت ولا كلمه وقالوه أصنع قم يصلح لأنه طفل لا احطه ماجد اوه بكيفي هل بتحط ترانكس لطفل ترانكس لطفل ترانكس لا بحطه كبير يغم الكون السابع الكون السابع بكيفي بكيفي ما يدخل لم يدخل مية لا انا 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 ترانكس يعني هدو الدخل سل اللي مية فالجاين مالا ما دخلت وتراكس ان كيبير يدخلوه ما انا منكم مواعى انتف Buddh السابع عادى انا اتصل Plan تقناهم ترانكس الكبير لأنه بصيره السوابرا سايزيني طبعاً موت الرشي هذا الطرح برّا بحط سل و بخلي يأكل الستعاش دي بعد عشان يزيد قوة زيادة بلح أخلي يأخذ الجديدة عشان يزيد قوة ودخل ماجينبو وآخر واحد بروليك خلاص كده أنا راضي بوزن خلاص حط ترقص صغير حط ترقص صغير برولي يغطي عنه ويفوزن سؤال عندك يا معاز نقول السؤال يا معاز سؤال اللي بعدها فيتو من انيمي كيميتسون العيبا زينتسو ضد الشمال ماز أحد الاثنى عشر لحد الخامس عشر والله إذا كان أخويننا البطل ما قدر يفوز عليه معقام الحب وتقدير واحترام والله ما يقدر يفوز عليه كده لكن يحرق عليك وللأسف زينت سولة ليسطيع الفوز ضد روي روي بيفوز عليه بكل سؤال منطجي طبقان كذا وكذا اي اي عالم اه طابع سؤال يبدأ عند معاذ يعودوا سؤال لك يا معاذ بعض الباس رتب لي من حيث الاستخدام الافضل للشرينجن طيب رتب سؤال لك يا معاذ وجوابت انتو ردي فنحن تنسيبكستيل رتب من حيث الافضل لأستخدام الشرينجن ايتاتي اوبيتو ساسكي شيسوي مادارا طيب زي ما وضحنا الى الكاتب انا نتكلم عن مقاومات كاملة يعني نتكلم حتى يتدربوا كل شيء في المقاومات الكاملة نتكلم مو بدء تظهر في الانمي مقاومات الكاملة اولهم شيسوي حتى ايتاتي قال ذا الشي قال ان عيون شيسوي اقوى مني شتاح شيسوي المقاومات تسألني كان من اقوى اي لكن زال الاقوى هنا مشكلة بعد ثانية الاخر شيء ظهر في الانمي انا اقول مادارا مزاين وبعدها هقدر اقول اا اوبيتو لان اثنين هم تحولون لطور الجيوبي احتقد صار قريب الناسك احتقد مزاين بعدها اكمل بعد ما صار اا ساسكي بعدها ايتاتشي كل شيء متوقعوا قاعد استننوا هل تخلص مع الإجابة المنطقية؟ قطر منطقية يا بطل أنا راضي بإجابة مخليم المكان أنا أقول أن مادرا هو الأفضل لأنه يصل إلى مرحلة أسطورية من استخدام الشريقان فأيقظ الرينيغان إجابة منطقية أول مرة يعتبر هو الأفضل في استخدام الشريقان مع الأسف بعدها الشيسوي لأنه يعني يكفي إنه قدر يعطي عينا حق إيتاشي يكفي إنه الحيوان دانزو سرق عينا فهو يعتبر من أفضل وأول مستخدم للشريقان يعتبر أساساً فأنا أشوفه هو الثاني الثالث سيكون هو إيتاشي وليس أوبيتو الزبال ما أحب وإحترام أوبيتو بعدين بقول ساسكي وآخر شي هو أوبيتو كلام كبير يعني أوكي تمام مشكلة همشي مدرأ والله يعني أنا أصبع أن يخلص مدرأ أم كيفي وبيتو سارق الرينيغان من بين يعني مش إنه من قذعين وخلاها رينيغان هو سارقها من بين صح فعلى كده أنا حطيت وبيتو الأخير سارق الرينيغان من قاتل الشياطين كيميتو رينيغان إذا كان الحشرة بهذه القوة ليه ينتظرون ما قضوا على الأقمار من 12 حقين موزر لأنك تقضي عليهم يعني اللي واضح عليهم من قبل زي ذاك اللي كانوا يضربوا الطبول كان من 12 وشاله موزر وحطوا واحد بداله فأنت تتكلم حتى الهجل نفسهم يتغيرهم فالحرب مستمرة ودائمة هذا يقتل هذا يعوض بدال يقتلهم واحد جديد فإنما تقتل الراس الحية تتم الحية وتتجدد لازم عليك تقتل الموزن أولا هو الأهم والأقوى يعني شفنا ماذا عن واحد من ذلك يقدر يقتل واحد من الناس حلو قو الله عليك تكفى قلن الإفتالي الأول شيء من 12 موه من الناس كده مكشفين قاعدين في أي مكان يقولك تعالي لا الناس متخبية وكل واحد منهم في الجحر فلما يجي بلق فمعنات أنه في جواسيس للقاتل الشياطين اكتشفوا مكانهم يمراحة وكان رايحين ناس عاديين يعني ما يدلون أنه حتى في واحد من 12 في هذا المكان فإذلك هما ما مموكش في الروح من الشياطين متخبين شفنا حتى موزن شون مخبي نفسه عايش كنا بشري ومتزوج واحدة بشري وجايب منها ولد فعنين كنا متبنيين هذا المهم بس الفكرة ما فيها أن هم في كيميت سنيبة متخبين مش طلعين لعامة الناس يقولك تعالقتني لو ذا كان من البداية يرسلوا الهاشرة يرسلوا هالجيش الصغر ويموتون كذا قداموا الواحد من 12 جولدن فيتو اه انا اشوف ان حتى لو لقوا مكانهم الهاشرة رغم قوتهم كلهم لا تستخف بقوة ال 12 اللي هنا لا تستخف فيهم ما ضح يقرون بكل بساطة أزمهم والأهم من ال 12 يعني احنا حالين ما بمعدش بقوة البوس حق قاتل الشياطين ولكن اللي وضح لنا جالس كذا يعني مو مبين عنده قوة مقاتل ومحارب ما اتضح اتمنى واتوقع يعني متأكد ان هذا بس موزن شبن قوته وقاعد يصنع وحوش بينما هناك هذاك بس قاعد يدربهم يديرهم يشرف عليهم هل عنده قوة ولا لا ما ادري طالما انك ما قتلت موزن نفسه بيتمون الشياطين الذين يصنعونه يعني انه قتلوا واحد عن كابوت في تقليل ما رح يصنع موزن واحد بدا لا يقدر طبع دم حق يصنع ويشطب على عيونهم ويكالسلهم يحق جدا فالموضوع القتال مستمر طوال هذه المدة بسبب هذا الشيط لانك ما قتلت موزن نفسه راس البلاء اذا ما مات بيتم يطلع ناس جدا يعني نقطة ابراهيم كويسة ماني بضدها ويانا مو مكشف نفسهم وليس بهذا السبب الوحيد لا تعتقد ان كل 12 ضعوف وانك اللي ارسلت هشرة عشرة او تسعة متل كم قالوا فلا تعتقد ان ذي اللي يجبون بكل سهولة وخصوصا فوقهم موزن بس خد 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 رسمك اه اعطيك العاطق يعني هذي اجابات كده اه المهم انا عندي اعتراض على الكلام لا ما بيبتضيب غولدن حقي خلاص انا بيختم فيه اخداني تقول لي قائدهم ولا كلمة غولدن غولدندن يا اخير اتفق مثل ما اتفقت انا ليش ضعبت انت عن كل نستخدام للغولدن كده اصبح نهاية هذه الحلقة من الفيتو المنوع اتمنى اننا تعالى تعالى اعجابكم وريضاكم اتمنى اذا انت بتحط اسئلتك تختار الاسم بالعربي فيتو قاتل شياطين فيتو وان بيس وحطوهم في ذا الحلقة في ذا الحلقة وان بيس ننسى نقولها في حلقة وان بيس ننزل فهذا حلقة منوع فاذا عندك سؤال جاء ارجع حق هذه حلقة ونحطها وانا تحطونا سئلة وان بيس كلش هذه منوة تحطون منوة بالضبط وان بيس حطووا وان بيس وكده اصلنا لها الحلقة في الخدم كل معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الاهلا استغفرك واتوب اليك لا تزو الاشتراك بالقناة لايك وشوفكم معالاخير